قديمان، إسرائيل وإيران لم تفلح الدبلوماسية وحتى مع استمرار مفاوضات فيينا في تخفيف التوتر بينهما ما زالت تل أبيب تحاول إقناع واشنطن ومع زيارة رئيس المصاد ووزير الدفاع إليها بأن طهران أقرب من أي وقت من امتلاك قنبلة نووية وأن الحل لوقف برنامجها النووي هو عبر القوة العسكرية لا يمكن لإسرائيل تدمير برنامج إيران النووي عسكريا لدى طهران عشرات المنشآت وغالبيتها في قعر الأرض حتى وإن ساعدتها واشنطن فإن أي عمل عسكري ضد إيران سيشعل حربا واسعة في المنطقة يدخل فيها حزب الله وحماس والميليشيات العرقية وستكون كارثة وتقول معلومات عسكرية أمريكية بأنه لم يعد خافيا على أحد أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي رصدت مليارا ونصف المليار دولار لتغطية كلفة توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك لدى إسرائيل قناعة بأن لديها أكثر الأنظمة الدفاعية الصاروخية تطورا في العالم لتنفيذ المهمة وردع أي رد من طهران طهران تنشر التصريحات الاستفزازية حول تقدم برنامجها وتجاوز منسوب التخصيب حدود الستين في المئة الأمر يوحي بأنها اقتربت من القنبلة النووية ما يدفع إلى تفكير بخطط عسكرية وتضيف المعلومات أن السيناريوهات المطروحة قد تكون سرية كتلك التي تعرضت لها منشأة نتانز أو عبر استخدام صواريخ في إمكانها تدمير أهداف على عمق خمسين مترا تحت سطح الأرض ليس السؤال بحسب الخبراء عما إذا كانت لإسرائيل القدرة العسكرية على توجيه ضربات ضد المنشأة النووية الإيرانية فلا أحد يشك في ذلك إنما السؤال هو عما إذا كانت لديها النية لأن أي مواجهة عسكرية مع طهران قد تستدرج الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة وهذا أمر ترفضه إدارة الرئيس جو بايدن بشكل كلي جو تابت سكاي نيوز عربية وواشنطن